السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنتكلم عن أحد أنواع التقليم الأساسية اللي هي إزالة الأجزاء الميتة أو الأجزاء المريضة عندي هذه النبتة اللي هي كليل الملكة أو يسمونها ساند بيبر بلانت لها أسامي كثيرة ولكن هي نبتة متسلقة فعندي هنا قاعدة تتسلق على نوع الشابك ثبتنا في الجدار المهم نلاحظ أنه هذه الساق الرئيسي هنا عندي قاطع فصار فيه تفرع الشي الثاني اللي نلاحظه أنه لون هذه الساق فيه يبين تحته خضرار هذه صار بني باهت هذا الغصن وصاعد فوق وفوق ما فيه أي نمو هذه الغصن فيه نمو جديد فوق في الأعلى وفيه تفرع أبغي أتأكد أن هذه الغصن ميت كليا قبل لها قطعة وأيضا هذه القطعة الطريقة أني أتأكد أول شيء رح أجرب في طرف هذه الغصن مثلا لحد هنا فألاحظ أنه في الوسط جاف ما فيه أي خضرار ما فيه طبقة خضراء اللي هي مسؤولة عن النمو فهذه الغصن ميت فممكن أزيله من حد أساسه فأزيل دايما لما نقطع نحاول نخلي الشفرة داخل تكون أهي الأقرب إلى أساس الساق أو الغصن ما نعكس يعني ما أقطع بشكل معاكس أنه تكون الشفرة بهذه الطريقة تكون في الخارج لا أبغيها تكون للداخل على أساس أقطع أقرب للغصن فبهذه الطريقة ونلاحظ أنه فعلا ميت وفعلا فيه شوي بداية تعفن هذه من الأسباب المهمة أنه نحن نزيل الخشب الميت لأنه يتعفن وممكن ينقل أمراض إلى داخل النبتة ويبتدي العفن يمشي داخل النبتة ويدبحها دي فراح أيضا أتأكد من الغصن دي قبل لها أقطع من الأساس رح أقطع من الجزء الأعلى هنا فوق ومثل ما احنا تشايفين فعلا رح أقرب الكاميرا عشان نشوف وناخد فكرة بشكل مفصل أكثر مثل ما احنا تشايفين الخشب صير جاف ما في أي طبقة خضرة حوالين الخشب الجاف فهذه غصن ميت لاحظوا كيف جاف وميت فلي رح أسوي أني رح أقطع من أساس هذه الغصن مثل ما ذكرت هذه الغصن ما رح أقطعه بهذه المقص رح أتعور هذه المقص وتعامل ما رح أستخدم هذه الأداء هنا رح أضطر أستخدم المقص الأكبر اللي هو هذه رح أدخل قد ما أقدر إلى أساس المكان اللي أبغي أقطعه وأقطع بشكل نظيف فما عندي أي مشاكل ونلاحظوا أنه فعلا هذي بعد إلى هنا ميت فهذي كله ميت لاحظ كيف رح أحاول أزيل هاي اللي اقطعه بطريقة ما عرف كيف ولكن رح أحاول لأن ما أبغي أخليها عصاص تتعفن وتسبب لي مشاكل مع النبتة ولكن بهذه الطريقة الحين أزلنا قطعة كبيرة من الخشب الميت فمهم جدا أنه إحنا أي نبتة عندنا نزيل منها الخشب الميت أول ما نشوفها ما نترك خشب ميت في النبتة ورح أراويكم مثال ثاني على الخشب الميت وكيف أنزيله من النباتات والأشجار اللي يصير فيها خشب ميت كثير اللي هي الحمضيات فنلاحظ عندي هذه الغصن الميت مثل ما ذكرت تقليم الأغصان الميتة يكون في أي وقت أول ما نلاحظ أي غصن ميت أنزيله على الطول فعندي أيضا بس نحاسب للشوك عندي هذه الغصن الميت إلى هنا وهذه كلها رح أزيله رح أصحب الغصن كامل ففي أغصان تانية ميتة رح أننظفها أيضا ولكن الفكرة أن الأغصان الميتة تسبب مشاكل للنباتات ممكن تكون أساس تعفن أو مدخل للتعفن والفطريات في النبتة أو للشيرة أو حتى الحشرات أن هناك حشرات تنخر الخشب الميت وتدخل في الاشيارة وممكن تذبح لنا الاشيارة وأيضا مع الأمطار وكذا تسبب لنا مشاكل فهذه بالنسبة إلى تقليم الخشب الميت فأتمنى أن استفدتم من هذا الفيديو البسيط والسريع الذي يبين لكم موضوع تقليم الخشب الميت وكيف أن نرى الخشب الميت ويجب أن نزيله بشكل سريع فاللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وإن شاء الله رح أحاول أجاوب أسألتكم بأسرع وك ممكن وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو في أماننا